اشتركوا في القناة عبر شاشة قناة النادي الاهلي بالتأكيد النهاردة عندنا فقرات عديدة وامتبع حية لكل ما هو جديد داخل النادي الاهلي عندنا فقرات متعلقة بمعسكر فريق النادي الاهلي في برج العرب الاسكندرية واللي بدأ النهاردة صباحا وتدريبات هامة جدا في المرحلة الاخيرة للاستعداد لمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة السالسة من مباراة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برضو عندنا أفقار وفقرات عديدة متعلقة بأخبار اتحاد القرى وأخبار الاندية المحلية وأخبار الاهلي في كل مكان المتعلقة باسم النادي الاهلي سواء في فلسطين أو في ليبيا وفي كل أرجاء الوطن العربي الكبير هناك أخبار عديدة عن النادي الاهلي والاندية التي تحمل اسم النادي الاهلي أيضا عندنا فقرات مهمة ببرنامج عائلة النادي الاهلي ومتبع حية لتنفيذ هذا البرنامج داخل مقر النادي بالجزيرة وفروع النادي الاهلي في مدينة نصر وأيضا في الشيخ خزايد ثم الفقرة الحوارية في ختام برنامجنا النهاردة ستكون مع الكابتن خالد دا جدالة أحد نجوم النادي الأهل ولتأكيد سيكون له رؤية فنية وامتبعة لمباراة الأهل في البطولة الأفريقية وكل شيء متعلق بأشياء الرياضي ومباراة تقورة القدم سواء في كأس العالم في روسيا خاصة أنه غدا بإذن الله مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والمباراة الأهم اللي بتشغل بال كل جماهير النادي الأهلي مباراة الأهلي وتونشيب مساء يوم السلساء في التساع مساء على استاد برج العربية الأسكندرية دي كانت مقدمة النهاردة مهمة طبعا يعني نرصد بيها ونتكلم عن فقرات برنامجنا النهاردة في برنامج الأهلي في كل مكان لكن لو بنتكلم بالتفصيل عن استعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة تونشيب هذه المباراة الهامة جدا اللي بتعتبر في هذه الفترة من أهم الأولويات للجهاز الفني واللعيبة ومجلس الإدارة وكل الأفراد المهتمين بشأن كرة القدم في النادي الأهلي حتى جماهير النادي الأهلي الكل مهتم بأهمية هذه المباراة وأن الفوز على تونشيب في مباراة برج العرب يوم السلساء القادم بداية لانطلاقها أفريقية في ظل أن هذه المباراة تأتي في استيناف المشوار الأفريقي مع بداية فترة إعداد وموسم جديد بالنسبة لفريق النادي الأهلي في الموسم الجاري هي مباراة مهمة لا تقبل القسم على سنين وتعتبر مباراة عنق زجاجة بالنسبة للفريق والجهاز الفني لدينا لعبين جدد انضموا للفريق في المرحلة الأخيرة صفقات جديدة في عدد من المراكز عودت بعض اللعبين من فترة الإعارة تغيير جهاز فني وقيادة جديدة تحت قيادة الفرنسي باترس كارتيرون كل هذه الأمور بالطبع الناس بتشتغل عليها الفترة الحالية عشان تبدأ تخش في المشوار الأفريقي وتلعب مباراة تونشيب بشكل جيد وتفوز بالسلس نقاط وبتستعد أيضا للمباراة الأخرى اللي هتكون بعدها بعشرة أيام في العاصمة البتسوانية جاباروني مباراة مهمة يوم 17 ويوم 28 في بتسوانا نهاردة الساعة 10 ونص صباحا كان الفريق في معدل التجمع في ملعب مختار التتشي بالجزيرة حافلة فريق النادي الأهلي تحرقت من مقر النادي بالجزيرة في العشرة والنصف لتصل إلى مقر المعسكر المغلق في مدينة برج العرب وتقيم البعثة في إحدى الفنادق القريبة من استاد برج العرب منذ قليل أو في حوالي الساعة السادسة كان موعد التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على إحدى الملاعب الفرعية لإستاد برج العرب التدريبات مغلقة خلال هذه الفترة الجهاز الفني يفرط حالة من السرية الشديدة على اللاعبين وعلى استعدادات الفريق لمباراة بطل بتسوانا كلنا نعلم أن الجهاز الفني قدر الإمكان خلال الفترة الأخيرة سواء في المعسكر الأوروبي بكرواتيا أو حتى معسكر الأسكندرية أو المرحلة الأخيرة الثلاثة أيام اللي هيتمرن فيها الأهلي في برج العرب جهاز الفن قدر إمكان بيحاول يفرط حالة من السرية ما يكونش فيه أي تفاصيل بتخرج من المعسكر حتى لو كانت متعلقة بتدريبات الفريق أو حالة اللاعبين الفنية والبدنية وحالة المصابين إذا كان هناك أي لاعب مصاب قد يلحق بيه مباراة تونشيب وبالتالي الجهاز قدر إمكان بيحاول كمان يضع اللاعبين في حالة تركيز شديد يعني كل ما يكون اللاعب داخل على المباراة والفريق في معسكر ومقفول على الفريق بشكل جيد عايكون فيه استعداد للمرحلة القادمة بشكل جيد وإن شاء الله بإذن الله أن الفريق يصل لأعلى معدلات التركيز في المواجهة الأفريقية أيضا الخبر الثاني متعلق بعد اختيار القائمة التي سفرت اليوم إلى برج العرب لخد مباراة تونشيب فيه هناك حوالي عشر لاعبين لن يكون فيه معسكر فريق النادي الآله وكانك كابتن حسين عبدالدايم مساعد مدرب الأحمال كان بيقود المران لغير المشاركين في مباراة تونشيب عبرز هؤلاء اللاعبين رغم أن منهم البعض مقيد في القائمة الأفريقية زي مثلا باكماني لكن هناك لعبين آخرين غير مقيدين في القائمة الأفريقية زي ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفي وأحمد علاء ومحمود الجزار ومحمد شريف والحارس مصطفى شبير ومحمد الغندور والنهاردة نضم لهم عمر جمال العائد من تجربة الاحتراف في الدوري الفنلندي لينضم إلى تدريبات فريق النادي الآله المران كان صباحا على ملعب مختارة تيتشي بالجزيرة لكن باقي اللاعبين كانوا في المعسكر المغلق في برج العرب وأبرزهم طبعا ننضم في الساعات الأخيرة سليف كوليبالي اللاعب المالي ننضم لقائمة فريق النادي الآله وانتظر مسألة القيد الافريقي خلال اللحظات القادمة قد يكون طبعا هناك فرصة لقيد هذا اللاعب قبل المباراة الأولى أو بعد هذه المباراة هناك وقت لجهاز الفن لقيد أي لاعب وحتى سليف كوليبالي حتى 5 أغسطس مع مباراة الترجي التونس سيكون آخر موعد للقيد الافريقي أيضا هناك يعني باسم علي باسم علي من اللاعبين المقادم في القائمة الأفريقية لن يكون متواجد في مباراة تاونشيب باسم عنده إصابة وبيتأهل من إصابة الرجبة لكن أيضا معاه عمر برقات عمر برقات كمان من اللاعبين اللي عادوا إلى نادي الأهل بعد فسخ التعاقد بالتراضي في السعودية فبالتالي في هذه الفترة عمر برقات وباسم علي بيؤد برنامج تأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل وهناك جلزات في الجيم لاستكمال التدريبات التأهيلية والاستعداد للمرحلة القادمة باسم من اللاعبين المقادم في القائمة الأفريقية زي ما قلنا لكن هيكون خارج المعسقر وخارج الاستعداد لمباراة التاونشيب وعمر برقات عنه تابع خلال الفترة القادمة مسألة انتقاله أو إعارته لأي من الأندية إذا كان هناك فرصة للعب في أي من الأندية الدوري الممتاز وإحنا بنتكلم عن اللاعبة اللي كانت النهاردة تتمرن في قائمة المستبعدين من مباراة التاونشيب وإحنا بنتكلم قلنا اسمه عمر جمال عمر جمال من اللاعبة اللي كانت بتخد فترة احتراف خلال السنتين اللي فاتوا ما بين جنوب أفريقيا ثم ختم هذه الفترة بالاحتراف في الدوري الفنلندي وهو خط تجربة الاحتراف في فنلندي على أمل أنه يشارك في العديد من المباريات عشان ينول فرصة التواجد مع المنتخب في كأس العالم لكن ما كانش ليه الحظ ونصيب للتواجد مع المنتخب في كأس العالم وانتهت فترة أعارته للدوري الفنلندي وكان النادي الأهلي ساعده بشكل كبير في هذا الملف عشان يكون ليه تواجد فيه البطولات الدولية لكن عمر خلاص انهى فترة الأعارة وعاد إلى النادي الأهلي ومتواجد حلام في تدريبات اللاعبين الغير مقيدين في القائمة الأفريقية وانشوف خلال الفترة القادمة موقف عمر جمال في مسألة قيده أو ممكن يتلقى أي عروض للاحتراف لكن عموما انشوف وجهة نظر الجهاز الفني اللي تفكيره أيضا خلال هذه الفترة كله متعلق فقط بمباراة تتونشيب بيخلص مباراة تتونشيب الجهاز الفني ويبدأ يشوف بقى مسألة قائمة الفريق والاستعداد للموسم القادم ما بين اللاعبين اللي بيتلقوا عروض احتراف والإعارات أو اللاعبين ان شاء الله لا يقيدوا في القائمة الأفريقية في ظل أن القائمة 27 لعب أمامك ثلاثة لعبين لقيد قبل يوم 5 أغسطس القادم بإذن الله بحس التتونشيب يعني خلاص يعني اتحدد بشكل رسمي وأرسالة خطاب رسمي إلى النادي الأهلي ستصل ظهر غد الأحد استعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي كنا بنتكلم في الساعات الماضية عن بحس التتونشيب خدت رحلة طيران صعبة جدا طيران يصل إلى 18 ساعة للوصول إلى برج العرب سفرت بحس التتونشيب من جابروني إلى جوانيس بيرج ومن جوانيس بيرج إلى دبي ومكست هناك العديد من الساعات انتظارا إلى السفر مباشرة من دبي إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسقر مغلق ويكون الكابتن سامير عدلي طبعا المدير الإداري في استقبال فريق تونشيب في مطار برج العرب فريق تونشيب يخد تدريب على فترتين في الأسكندرية يمكن المباراة إن شاء الله يوم الثلاثة من حق نيو